انا تاني بقف على اللي قاله محمد معيط معدل نمو مستهدف 6% رقم ونسبة لو تعلمون عظيمة للغاية انا بقول للناس المفروض نحتفي بهذا الرقم والله احنا منتخبنا القوم لو فاز على دولة من الدول 6-0 هنقعد نتغنى بها سنة لكن بقول لكم اقتصادكم معدل نمو بتاعه هيزيد 6% ده حاجة عظيمة للغاية حاجة اهم كتير جدا من تاخد بطولة كلاس الأمم الأفريقية احنا رقم بيعدل من ماخدش بالنا لكن احنا حياتنا دون اقتصاد دون فلوس موجود دون اموال دون وظيفة لا قيمة لنا جميعا الاقوياء اقوياء بالاقتصاد الاقوياء اقوياء مش بالكلام اقوياء بالاقتصاد القوي بيعمل قوة ناعمة الاقتصاد القوي بيعمل قوة عسكرية الاقتصاد القوي بيعمل تعليم بيعمل صحة احنا مناش سكة مناش حل مناش منفز او منفز الا الاقتصاد فانا بقول لما يجي يقول للراجل وزير المالية في اليابان عندي بستهدف معدل نمو 6% نجيبه وحسبه قل له اوعى تقل عن 6% احنا سامعينك وشايفينك وامتابعينك وهنساعدك كمان احنا كلنا نشتغل عشان نوصل معدل نمو 6% وانا بقول لروادي التواصل الاتماعي عليكم ان انتو تفرحوا بهذا ابدوا تكلموا وانيفس واحد دي كتبوا ستقولك معدل نمو في مصر المستهدف 6% يقرح 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 يفتح على جوجل ويشوف يعني ايه معدل نمو المعدل نمو في المنطقة العربية في المتوسط 2% 2% فقط بصر اكتر من المعدل المتوسط في العام وصل ال 6% ده حاجة عظيمة جدا وده هينعكس على المواطن خلال الفترة القادمة محمود محيددين نائب رئيس البنك الدولي وكان وزير السسمار في مصر او تجارة خارجية قبل 2011 يمكن وزير السسمار بيقول الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة يا ساتر يا رب وتلت اجراءات لتحجيم خسارة اكد محمود محيددين نائب اول رئيس البنك الدولي وظيفة مرموخة مشرفة اكد على توقعات حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2019 انا بكلم من شوية بقول ايه معدل نمو بتاعنا 5% ونص المعيد في اليابان قال هيوصل 6% ومحمد ومحمود محيددين بيقول فيه تباطؤ في العالم يعني الدنيا هتبقى وقفة في العالم كله خلال ده توقعات خلال 2019 بيقول حيث تشير التقديرات الى انخفاض متوسط النمو اهو وقف هنا بقى الى كام يا عم؟ ده محمود محيددين نائب اول رئيس البنك الدولي بيقول انه فين خفاض متوسط النمو متوسط النمو العالمي كله الى كام؟ 3.3% كام؟ 3.3% انا معدل النمو بتاعي كان كام؟ 5.5% اكبر من معدل متوسط النمو العالمي 2% ومعيد بيقولها اوصل الى 6% احسب بقى انا اوصل الى 6% والعالم كله متوسط عام يعني 3.3% الارقام دي مش بفبركها مش بقول ارقام عشان افرحك انا مش اخذ منك حاجة ومش بارقام عشان ابصل حد بحد لو قلت رقم غلط يبقى انا بضرب مصداقيتي انا بقول ارقام موثقة ارجع قروه محمود محيددين نائب رئيس البنك الدولي الاول بيقول ان فيه تباطؤ في 2019 هيؤدي الى ان متوسط النمو في العالم يبقى 3.3% في المية انا دي الوقت يبقى احقق 5.5% من عشرة وهوصل الى 6% انا اعلى من معدل متوسط المعدل اللي موه في العالم ب2.5% يا رب بس انا كل اللي عايزه من الناس تعرف ويتأكده ان المعلومة صحيحة ويروح يبحث بنفسه ولو لقى حاجة غلط يرجع يقول لي انت رانكاد ده طب احنا لما نعرف نعمل ايه هننبسط حالتنا المعلومة ترتفع معدل الامل يزيد معدل التفاول والطاقة الايجابية تزيد هاشتغل كويس هاثق انت عايز تدمر ايه امة ارفع من معدلات التشاؤم عايز تدمر ايه امة العب في معدلات الامل منسوب الامل ينخفض احنا بنرفع منسوب الامل بشكل حقيقي مش كاذب لا نبيع اوهم للناس وليس لدينا صورة وردية كاذبة مجذوبة بنقول للناس محمود محيد دين بيقول ان متوسط النمو في الدول العربية 2% كل الدول العربية جمعهم على بعض هات معدل نمو 5% و1% و0% اطلقوا كلهم 2% انا كام 6% اعلى من المتوسط في الدول العربية مجتمعة 4% بيقول انه متوقعا هو نفس الراجل الخبير محمود محيد دين واسألوه ان يتخطى معدل النمو في مصر 5% في الدول الاوروبية قد تكون معدلة النمو مخافضة نسبيا وتابع ان انخفاض توقعات معدل نمو العالمي يرجع الى اسباب كثيرة منها الخوف وعدم الواقعية السياسية عدم اليقين السياسي في تهديدات من امريكا للصين واخلاف وحاجات كثيرة جدا نحن لسنا بصدادها وانا بتكلم على الاقتصاد وبتكلم وفرحان وفرحان بجد فرحان لاني شايف الصورة حقيقة وشايف ايه اللي بيحصل وهينعاكس على ولادي وهينعاكس على ولادي وعلى احفادي وعلى اولادكم واحفادكم احنا عايزين بلدنا بفرخاء وسخاء ده لن يتم بالتمنيات اقعد ويرفع ايدك وصلي بلا انقطع ودعي هل ربنا هيستجيب لي واحد قلبة بيشتغلش مستحيل نشمر وننزل نشتغل ونتحرك يا رب ربنا يوفقنا ننجح ده لحنا عايزينه احنا عايزين بلدنا تبقى حلوة لكن مش تبقى حلوة بالتمنيات